ونظرة سريعة مع أفضل تطبيقات التقس على أجهزة الآيفون وأجهزة الأندرويد جميعا مجانية خلينا نشوف نظرة سريعة على هذه التطبيقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي معايا 6 تطبيقات للتقس كلها مجانية روابط التحميل بتلاقيها أسفل مقطع الشرح باليوتيوب وأيضا متوفر على تطبيق محمد حدايدي لأجهزة الآيفون وأجهزة الآيباد أو من خلال موقع حدايدي.com أيضا جميعا يدعم اللي هو الوجت فلو جيت هنا تحبت من الأعلى من اليمين بعدها رحت بهذا الشكل هتحصل التطبيقات عندك يعني زي تقس التطبيق العرب تحت اللي هو تطبيق الرادار والياهو والأرصاد والتقس العادي تبعا الآيفون وإلى آخره بهذا الشكل طبعا من كلمة تحرير تقدر تضيف أي تطبيق إلى اللي هو الوجت أو تحذف أي تطبيق أو حتى تعيد ترتيبه هذه التطبيقات كلها تعمل على نظامي اللي هو الايو اس على الآيفون وأيضا نظام الأندرويد على جميع أجهزة الأندرويد خلينا نشوف نظرة سريعة وأول تطبيق اللي هو تطبيق تقس العرب تقس العرب بيعطيك جدا خيارات كثيرة ومميزة يعني لو رحت للرئيسية بتلاقي اللي هو آخر أخبار التقس ودرجات الحرارة حتى تقدر من خلال اللي هو أسبوع من نفس أسبوعك تقدر تجوف فيه درجات الحرارة بالتفصيل وإشعارات أول بول لأي تغيير لحالات التقس وهنا الأخبار التفصيلية من عدة قنوات وإلى آخره ولو رحت أنت الراصد فمن خلال أنت الراصد تقدر أنت تشارك الناس اللي معاك في نفس البرنامج أو المسجلين في نفس البرنامج اللي هو صور وفيديوهات من تصويرك عشان يطلع على نفس الحالة أول بأول أيضا في عندك التقس اللي هو ساعة بساعة هنا أي تغيير حيطر على الجو فأيضا حيدعمه بكل سهولة وحيكون فيه تحديث أول بأول ومن هنا المزيد تقدر طبعا تسجل حسابك تقدر تغير مدينتك وإلى آخره طيب لو رحنا على ثاني تطبيق تطبيق اللي هو أرصاد الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة هذا التطبيق رسمي حكومي وهو يدعم أيضا النظامين زي ما قلنا في بداية المقطع تقدر تشوف اللي هو منه الخرائط تقدر تشوف أيضا الرادار بهذا الشكل استعرض لك أيضا اللي هو اتجاه الرياح سرعة الرياح وإلى آخره أيضا في توقعات التقس للخمس أيام القادم وتقدر تحط فيه أيضا أي مدينة أو يكشف لك هو عن طريق تحديد الموقع مباشرة وبشكل آلي هذه كانت بالنسبة للتطبيقين العربية اللي هو تقس العرب وأرصاد خلينا نشوف تطبيق يدعم العربية وهو تطبيق ياهو من شركة ياهو المعروفة أيضا نجيب لك التقس بهذا الشكل طبعا هذه الصورة متحولة الليل أو نهار أو يعني بشكل آلي أيضا وأيضا فيه إمكانيات جدا كثير ومن هنا تقدر تحرر الموقع وتقدر أيضا تضيف مواقع أخرى وتقدر تشارك التقس مع أصدقائك وتقدر تشوف لأي مدينة ثانية طيب خلينا نشوف الثلاث تطبيقات الأخرى الإنجليزية عندك هذا التطبيق الأزرق هو نفس التطبيق اللي يدعمه الآيفون الرسمي يعني التطبيق التقس الرسمي اللي موجود عندك على أجهزة الآيفون يعتمد على هذا التطبيق هذا التطبيق طبعا شبكة كبيرة جدا فيه معلومات جدا كثير فرهيب البرنامج أيضا يدعم اللغة العربية لو جوالك بالعربي ففيه معلومات جدا كثير حتى في بعضها تحتاجها وبعضها ما تحتاجها وعندك أيضا نظام الخريطة بهذا الشكل يحدد لك طبعا كل ما زاد اللون هنا الألوان اللي هي بالنسبة للأمطار عندك أحمر يعني من الأخضر الأخضر ضعيف يوصل الأحمر اللي هو أكيد بيكون قوي جدا بهذا الشكل عندك هذه الأماكن كلها فيها أمطار الأحمر يعني قوي يعني بهذا الشكل وعندك اللي هو تقس بشكل يومي أو كل ساعة فهذا هو التطبيق خلينا نشوف التطبيقين الأخرى عندك هذا التطبيق اللي هو ريم فيور أيضا يجب لك زي الرادار أيضا حالات الطقس في أي مدينة وفي أي منطقة وحتى في أي حارة كلها يجب لك هي فهنا يجب لك لآخر مثلا أربع ساعات أو آخر ساعتين كيف كانت اتجاه السحب يعني شوف بهذا الشكل يعني هذه السحابة كلها جاية أو ماشية طبعا بالأزرق يعني أمطار عيدية إلى ما توصل الأحمر اللي هو بيكون الأمطار قوية طيب لو رحنا إلى آخر تطبيق هذا أيضا التطبيق خاص بالسحب وبالعواصف يعني اللي عايش برا المملكة في المناطق اللي تيجي فيها اللي هي سونامي وهذه الكوارث الطبيعية لا سمح الله عند أي شخص نجيب لك هي بهذا الشكل فهذه كلها الخرايط تدعم بشكل مباشر بهذا الشكل وكل مغمق اللون كل ما تعرف أنه الأمطار قوية طبعا فيه ملعدادات هنا تقدر تضيف المدينة وإلى آخر وهذا التطبيق فيه منه أيضا تطبيق مدفوع هنا تقدر تحدد إلا هو الأمطار أو غيرها عواصف وأي شي فأنا محدد فقط الأمطار أشاري بيين لبس ألوان الأمطار أيضا تقدر تضيفه إلى سيري عشان يكون تسوي منه اختصارات على برنامج الاختصارات طيب وكنا مع نظرة سريعة لأفضل هذه التطبيقات كلها حتلاقي روابطها بتاعة بصندوق الوصف لا تنسوا من لايك وسبسكرايب في القناة يعطيكم ألف عافية وفي أمان الله